مر الزمان حروفا يسكن الإخلاص فيها يراها القلب ملحمة يوميا نكون معاكم من 11 ربع إلى 12 ربع إن شاء الله ربنا يجمعنا وإياكم على الخير وسمحونا التأخرنا عليكم شوية النهاردة يا رب يجمعنا وإياك على الخير ويكتر من الخير اللي بيصرهن في الشهر الكريم دوت ويعتق رقبنا الليلة من النار ويجعلنا وإياكم من أهل الفردوس الأعلى إنه وليه ذلك والقادر عليه حبة تفلاه موقف النهاردة موقف عجب جدا هو الموقف هيحصل يوم القيامة لكن ربنا أخبرنا بالموقف ده مسبقا في الدنيا علشان نحضر من الوقوع في مثل هذا الموقف وده من كمال وتمام رحمة الرحيم سبحانه وتعالى في الكرآن المولى عز وجل سطر هذا المشهد اللي حاصل يا جماعة إن ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين بعدما يخش أهل الجنة ربنا يجعلنا منهم ويدخلوا أهل النار إلى النار إيه اللي يحصل؟ اللي يحصل إن الناس اللي هيكونوا مخلدين في النار وهم بيعذبوا في النار فجأة يلاقوا واحد جاي من وراء وده مش هتحكيه بقواوي بيشق الطريق وسط الناس وميديهم ظهره محدش حرف ده مين لأنهم عمرهم ما شافوه وهم ما شغلين بالعذاب والمهانة اللي شافينا في النار ربنا يعافينا وعافيكو ففجأة لقوا واحد بيقصفوف وماشي وسط الناس ووسطهم حد ما وصل وفجأة لقوا الملايكة زبانية جهنم بينصبوا منبر منبر زي المنبر اللي كان الخطباء بيخطبوا عليه في الدنيا وفجأة ده يطلع درجة اتنين تلاتة ورح متدور ورح بصلهم وبتأ يخطب خطبة في النار يا جاي تخطب خطبة في النار جهنم أي نعم الخطبة دي من اللي بيخطبها هو أول ما تدور ما عارفوش أول مرة لكن أول ما تكلم تذكروا إنه سمعوا الخطبة دي في الكرآن ربنا سطرها في كتابه فقارفوا إن دوة إبليس إبليس جاي يخطب خطبة في النار تخيلوا يقول إيه؟ المولى عز وجل بيحكي عن المشهد العجيب ده بيقول إيه؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر لما خلاص أهل الجنة دخلوا الجنة وأهل النار دخلوا النار بيقولهم إيه؟ طلع قال باللفز كده إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم أنا اتحكت عليكم أنا جاي في النار باعترف لكم الاعتراف الخطير دوت تعرف في الدنيا ممكن الإنسان يعني إيه؟ يستحن ويعترف بجريمة عملها إبليس لن يعترف بجريمته إلا في النار بس بعد فوات الأوان ما خلاص أص الخطبة ديهت لو كان هو طلع خطبها بنفسه في الدنيا كان الناس اتعذت طب وليما يتعذشوا ما بيسمعوا في كتاب الله؟ ما ربنا بيقول لك وربنا سبحانه وتعالى بيقول لك الحاجة دي هتحصل يعني هتحصل ومن أصدقوا من الله كيلا سبحانه وتعالى لا أحد فالشيطان بيقول إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم بس يخدوا بالكم بقى مش أنا بس اللي كنت وحش انتوا كمان كنت وحشين وكنتوا على استعداد يعني انتوا كنتوا بتتلكيكوا وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي أنا ما عملتش حاجة خب بالك من حاجة أخي أو حبيبي شيطان الإنس أشد وأفضع ألف مرة من شيطان الجن لأن شيطان الجن كل اللي بعمل يوسوس فقط يجي لك كده يوسوس يزين لك الحرام يزين لك الفواحش يزين لك الاعتداء على الناس يزين لك أكل الحرام تزين فقط إنما هل بياخد بإيدك ويوصلك للحاجة دي أبدا هو ما مش بتاعته دي إنما مين بقى اللي بياخدك من إيدك ويأز ويعينك ويأصحبك إلى الشر هو الشيطان الإنس ولذلك انت بتستعيف بالله من شيطان الإنس وشيطان الجن وشيطان الإنس أشد وأفتك من شيطان الجن فالشيطان بيقول لهم إن الله وعدكم وعد الحق ياردك كنت سمعت كلام ربكم ياردك كنت اتبعت نبيكم صلى الله عليه وسلم من اللي بيعظ إبليس إبليس بيوعز الناس في النار إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم دي الخطبة خطبة مجازة قوي وزي يقولوا من فقه الخطيب قسر خطبته وطول صلاته كما ورد في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم العجيب في الموضوع إن الناس اللي قاعدين قدام إبليس وفي منهم ناس كانوا حاجتين صف أول ما حضرواش خب الجمعة في الدنيا ما كانواش بيصلوا ما عرفوش ربنا مرة يعني كان قدامهم الخير الكبير ده كله وكان قدامهم صلاة الجمعة وصلاة الخمس وكان قدامهم موسم الحج وعمر رمضان وكان قدامهم خيارات كتيرة جدا وصلاة التراويح ما فيش حد فيهم فكر يحضر مرة ولو حضر مرة ما دومش لكن في النار ممكن تليه حاجة صف أول قدام إبليس عشان يسمع الخبة ديت شفت كمال رحمة ربنا سبحانه وتعالى ربنا بيحذرك يا مؤمن بيقولك أنا هجب لك بعض المشاهد من مشاهد يوم القيامة وهعرفك بيها علشان تقعد تفكر مع نفسك وتقول الله ده أنا ممكن أعف مشهد من مشاهد ديت ده أنا ممكن في يوم قدام عيازا بالله أكون من الناس اللي حضرين في خبة إبليس لا 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 الحمد لله أن أنا أقرتها في الدنيا الحمد لله ودي فايدة بقى كراءة الكرآن وإيه والتعلم والتدبر لأن هجر الكرآن مش بس فقط هجر القراءة هجر القراءة وهجر التدبر وهجر العمل بالكرآن وهجر الاستشفاء وهجر التحاكم للكرآن دي خمس أنواع هجر أوردها الإمام بن القيم رحمه الله رحمة الله وسعة واضح يا جبا فمن كمال رحمة ربنا بيقولك خب بالك يا مؤمن ادي المشاهد ده شف يعني مع مهلكش مفاجأة وقال لك طيب هططعني ولا مش هططعني طب أنا لو قطعت أقل إيه الجزاء اللي يحصل لي مش هقولك الجزاء طب ولو عصيتك إيه العقوبة مش هقولك العقوبة كان هنبقى إحنا إيه مش فاهمين الموضوع راح فين لكن من رحمة ربنا بيقولك لو قطعتني طب تعال بقى وصف لك الجنة وهخلي النبي صلى الله عليه وسلم يوصف لك إيه برضو حاجات كتيرة في الجنة ولو عصيتني هوصف لك بعض المشاهد في النار وهخلي النبي صلى الله عليه وسلم يوصف لك بقية المشاهد في النار خبت بالك الموضوع من إزاي من رحمة ربنا وضح لك كل حاجة الصفحة مفتوحة عرفك كل حاجة وورك سبيل الجنة بتوصله إزاي وسبيل النار بتوصله إزاي ولذلك سبحان الملك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لأمة الإسلام كلكم داخلين الجنة إلا صنف واحد بس كما ورد في البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي وكل ديت كما يقول أهل اللغة من أقوى ألفاظ العموم تشمل كل المسلمين كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى أي إلا من رفض حضرتك متخيل واحد النبي بيقول له تعال خش الجنة بيقول له مش عايز صدق فيه ناس بتعمل كده هم بيقولون وش كده بالكلام ده بالحال والحال أقوى من الكلام إنما بيقول له تعال خش الجنة هو مش عايز الجنة فبيقول كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله من اللي يرفض يخش الجنة قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى والمولى عز وجل بيدعونا سبحانك يا ربي والله يا ربي ما أرحمك ما أرحمك بجد سبحانك شوف ربنا سترك سترك من الفضائح ده كان بني إسرائيل واحد فيهم لما يعصى ربنا معصية واحدة ده كانت مصايب كانت مصايب بجد الواحد لو عصى معصية كان الملك ينزل يكتب على باب الرجل اللي عصى ربنا ده الفلاني الفلاني عصى ربنا اللي لادي بكذا وكذا وكذا وتحتها خط وتحتها كفارة المعصية دي اين فيصبح الناس ماشيين قدام بعض كده بوصة على البيبان فلاني عصى ربنا وعمل كذا فلاني النهاردة كان عيزا بالله بيشرب خمر فلان كان عيزا بالله بيفعل فحشة تخيل ويتفضح والملك اللي كاتب مش بشر بقى وتحتها الكفارة بتاعت الزند شوف رحمة ربنا بأمة الناب ومحمد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم سطر بقى علينا بقى كل المصائب اللي احنا بنعملها ديت ده لو كان كل معصية بتكتب على البيبان ده كان كل واحد محتاج يعني يستورد ببان من الصين عشان يكتب عليها ظنوب كل ليلة انت أخب بقى حضرتك آه يعني وكانت تبقى البلد كلها ببان أخب بقى مش هنقض في شقى بعد كده آه سبحان الله المعاصية كترت مع الفضائيات بقى والنت والبلاء اللي احنا فيه شوف بقى الواحد من بالمصري لو نظر نظرة حرام يكتب عليها تخيل بقى الواحد قاعد ماسك الريموت وعمال بيقلب في 600 قناة وبعض الناس عنده 900 قناة شوف لو في كل قناة مش هقولك بقى شاف 5 دقيقة حرام لو نظرة بس حرام وقالة بعد تانية نظرة حرام ادي 600 نظرة حرام طب اللي ما لك هيلاقي بقى بيقضل 600 زب بدول ازاي ما لازم يكتب اخب بالك فمن رحمة ربنا سطر علينا المعاصي سطر علينا اللي احنا بنعمله سطرنا في الدنيا ودك فرصة للتوبة وبعدين ولما التوب ربنا مش يغفر لك الذنوب بس لا يبدلها لك حسنات ما ربنا قال كل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى ويجب بقى في آية تانية يقول لك إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله وغفر الرحيم ولذلك سيد نعم الخطاب كان يمزح مع الصحابة يقول لهم انا اكتر واحد فيكو عندي حسنات كيف ذلك يا اميرا يقول لهم لان انا كنت في الجاهلية اكتر واحد عندي سيئات فلما اسلمت بدل الله سيئاتي الى حسنات فانا اكتر واحد عندي حسنات وكان سبب نزول الآية دي كما جاء عند المنذرية بسند جيد ان رجل كبير في السن خالص وحواجبه سقطت على عيناه من كبر سن وراجل كاليسا ما اسلمش فجاء بيقول لي نبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا محمد اني عملت من الذنوب بما لو انوزع على اهل الارض لاغرقهم جميعا بيقول له انو عملت ذنوب والله لو حبت توزعهم على اهل الكرة الارضية تغرقهم كلهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان تبسم في وجهي صلى الله عليه وسلم قال اتشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله قال اشهد قال ابشر فان الله قد ابدل سيئاتك كلها الى حسنات فالرجل مش مستوب عايزه ايه اوه ممكن يكون النبي مش عايز انا عملت ايه قال له وغدراتي وفجراتي ده انا مش عملت الزنوب صغيرة ده انا عملت مصائب كبائر قال وغدراتك وفجراتك فولى الرجل وهو يكبر ويبتسم والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم ويمسح على لحياته فنزل قول الله عز وجل إلا من تاب مش تابه بس وآمن ومش كده وبس وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور الرحيم فربنا سبحانه وتعالى هو الرحيم الودود اللي قال في محكم آياته ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عنهم هو رب لها يستفيد ايه من عذابكم يا جماعة ولذلك سبحان الله يعني سمحوني يعني ده يعني ولله المثل الأعلى وأنا آسف يعني أنت عارف لما تروح تمتحن في في الجامعة واللي متحم ممكن يكون صعب ويجي الدكتور يقول لك يعني أنا مش عايزة أتعبك يا ابني والله والله أنا أنا صعبان عليها التعب اللي أنت فيني بص يا ابني هو الكتاب 900 صفحة لكن أنا طبعا مش أقدر أقول لك الأسئلة بالملة لكن كل اللي أقدر أعمله معك يا ابني بص يا ابني زاكر من صفحة 300 لصفحة 500 وأنا هجيب لي متحم في الحتة دي وربنا يا كما كاب تخيل لما 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 دكتور يصر لك الأمر لدرجة بيقول لك أنا مش عايزة تتعب نفسك في 900 صفحة أنا عايزة تقرأ من صفحة 300 لـ 500 يعني المتين صفحة دي بركز فيهم يا ابني وإن شاء الله تنجح تخيل ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى ربنا بيقول لك أنا هقول لك المشاهد اللي ممكن تضيعك وهقول لك على المشاهد اللي ممكن تنجيك المشاهد ديت شوف إيه سببها وامش وراها وإن شاء الله هتكون عندي في أعلى درجات الجنة في رحمة أكتر من كده جماعة وفوق ده كله انت ممكن طبعا تقع وتتكعبل في السكة وتغلط وتزنب أنا ما بقولش انت معصوم ما فيش حد معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم بس إيه بس لما تزنب ارجع إلي وتوب إلى الله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أذنب عبد ذنبا فقال ربي إني عملت ذنبا فقال جل وعلا شوف الكلام علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت العبد ويرزاك العلماء قالوا قالوا أن من أول شروط قبول التوبة أن يعلم العبد يقينا أنه لا يغفر الذنوب إلا الله ولذا قال جل وعلا في سورة آل عمران وما يغفر الذنوب إلا الله يعني يفهم زي هو في حد في الدنيا ممكن يغفر ذنوب العبد إلا ربنا سبحانه وتعالى إلجأ له، إلجأ له ملكش غيره، ملكش غيره، ملكش غيره، ملكش غيره، سبحانه وتعالى ملك الملك وملك الملك اللي قالوا ورحمتي ووسعت كل شيء يا جماعة أنا عايز أقول بس حاجة كده يعني عارضة كده قبل أن أتكلم عن المشاهد دي حاجة عجيبة جدا جدا يوم القيامة في حديث الشفاعة الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي أن الناس من شدة الوقفة يوم القيامة يوم القيامة صحبه قوي قوي بجد يعني لكن على المؤمنين حاجة بقى كده إيه؟ فسحة فسحة بجد يعني رايحين تقضوا أجمل وكيند في الدنيا كله بس يوم القيامة أنا مش بمزح والله ولا بهزر هتقضي أجمل أجمل متعة وأجمل فسحة في حياتك هناك يوم القيامة أنت كراجل مؤمن هيعد على الكفار وعلى المنافقين قدي خمسين ألف سنة هاتي الدليل خد الدليل بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم سأل سائلهم بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح لوجبريل تعرج الملائكة والروح وليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة الطبيعي أن اليوم عند ربنا بقديه بألف سنة وإن يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون حلو كده؟ طيب اليوم عند ربك بألف سنة من حياتنا ديت لكن يوم القيامة يوم مخصوص حاجة كده سبيشل كده للحساب وفريق في الجنة وفريق في السعير ربنا يجعلنا إياكم من أهل الجنة في يوم القيامة خمسين ألف سنة وتتفاوت دقا فيه واحد يقف يوم القيامة خمسين ألف سنة فيه واحد أربعين ألف سنة فيه تلاتين ألف فيه عشرين ألف فيه عشر تلاف فيه واحد يقف مئة سنة فيه بقى أهل الإيمان ربنا يجعلنا إياكم منهم يا رب العالمين تلت ساعات حبيب قلبي تلت ساعات اه طبعا وعندي الدليل وقلت اي كلمة قولها من غير دليل يعني طلع من الودن التانية وعندي الدليل تسمع الدليل صنع الحبيبك صلى الله عليه وسلم حديث رؤى الحاكم بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاطي الظهر الى العصر بين الظهر والعصر ادي الظهر بدا كام 12 بعد ما بتخلص الظهر بتخلص 12 ونص العصر بدا كام 3 ونص 3 ساعات 3 ساعات سيادتك وحضرتك وفضلتك وجنابك ما انت هتبقى باشا هناك بقى فهمت زي سيبك من البشرات اللي في الدنيا تلعوا كلهم فلسوا فهمت زي انت بقى هناك هتبقى باشا بجد كله تيواني انت بقى باشا ياباني وقف هناك بقى مش في ارض المحشر لا ده انت هتبقى في ظل عرش مالك الملك ومالك الملوك مهربنا بلاقى كده كما في الصحيحين سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظلهم مش سبع أشخاص سبع أصناف وسهلين قوي قوي مفيش أجمل ولا أيصر من كده وخبلك آخر واحد فيهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينها حت الدمعة تنزل من خشية الله وخبلك وما يكونش فيها رياء لانه قالت ذكر الله خاليا خاليا مش يعني الوحد ومش قافل على نفس القوضة لا ممكن يكون في وسط الحرم في وسط 4 مليون بس هو بيبكي ما عادش بقى يصوت ويسرخ ويتنطط وعايز اللي جنب ويسبع لا 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 بكى كده عارف كما قال عبد الله ابن الشخير فيما في الحديث الذي رواه أبو داود بإسناد صحيح أنه قال مررت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ويبكي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء عارف الإدر بتاع المية لما تحطه على النار ويفضل يغلي شفت الغلايان بتاع المية دي كان صوت صدر النبي صلى الله عليه وسلم هو بيبكي عامل زي غلايان المية كانش يطلع صوت صلى الله عليه وسلم من فمي فقط بس كده حركة النفس عملة زي الغلايان من شدة البكاء من خشة الله سبحانه وتعالى فتبقى في ظل عرش الرحمن يوم القيامة والناس وقفة بها في أرض المحشر يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراطا غرل غير مختونين والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل ومنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه إلى رجبتيه إلى حكوي ومنهم من يلجم العرق والجامن ويؤتى بجهنم لها سبعون ألف زمام مع كل زمام من سبعون ألف ملك يجرونها فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى على رجبتيه وقال يا رب سلم سلم وكل الأنبياء بيقولوا نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري في حديث الشفاعة الناس يروحوا لسيدنا آدم يا آدم أنت أبو البشر وأنت الذي خلقك الله بيديه ونفخ فيك من روحي وأسجد لك الملائكة ألا تشفى علينا عند ربنا ألا ترى ما نحن فيه من الكرب والبلاء فيقولوا إني قد عصيت ربي وأكلت من الشجرة نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح نحو يذهبوا إلى إبراهيم إبراهيم عموسى عيسى كل الأنبياء بقى فمزين إلى أن يقول عيسى عليه السلام اذهبوا إلى محمد عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم فيأتون إلى النبي كل الأنبياء بيقولوا إيه نفسي نفسي عشان محدش يظن بقى يقول لك الآن أنا عبد المأمور أنا بعمل الموضوع الفلاني لإني رئيسي في العمل أمرني ورئيسك ده هيتبرق منك وقبلك رئيسك ده يوم الإيامة والله ما هينفعك ولا أعرفك ده ابنك مش عارفك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبتي وبنيه ليه رب لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنين قبلك زوجتك اللي بتحبه وبتحبك قبلك تقول لك يوم الإيامة والله ما عرفك يعني فهمت إزاي آه يوم الإيامة لكل امرئ منهم ده الأنبياء بيقولوا نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري فمين هينفعك يوم الإيامة؟ لا ينفعك إلا عملك الصالح إلحق نفسك قبلك تقول تجي يوم الإيامة بقى حضرتك وصيدتك وجنابك ومعليك وليك حق أقول لك كده انت راجل مؤمن بقى انت أحلى من كل بشوات الدنيا فهمت زاي؟ آه تجي يوم الإيامة بقى ما تقفش في أرض المحشر الناس وقفة في أرض المحشر سبحانك يا ربي رجل واقف شاب واقف ماتوا عنده كم سنة؟ عشرين سنة في رائعان الشباب مين اللي لزق فيه بالضبط الناس لزقين في بعض لزق يعني ما فيش خلاص الناس عمين زي معشورين زي النمل جم بعض وما فيش والدنيا وعرق بيفيض عرق زنوب فيه فرق بين عرق مية وما شربوا مية دول طرقين من قبر وماعدين كما قال ابن المسعود يحشر الناس يوم القيامة أجوع ما كانوا وأعطش ما كانوا وأعرى ما كانوا فمن أطعم لله أطعمه الله ومن سقى لله سقاه الله ومن كسى لله كساه الله أهر سالة هي رسالة لنا كمسلمين إخوانا وحبيبنا المساكين من أهل الصومال إلحق إلحق شوف أي باب من أبواب الخير إلحق وخلص ضميرك أمام ربك سبحانه وتعالى وأنا أولكم من بكرة شوف أنهي بنك بيوصل الخير دوت للمساكين دول أو أي هيئة سكت نقابة أطباء إذا كان هيئة إغاثة أي حاجة بتوصل للناس دي وبرق زمتك أمام الله سبحانه وتعالى ووصل للناس دي لقمة يكلوها ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا شوف أطفال بيموتوا ونساء بتموت فإنت لو كنت اللقمة اللي موصلة لهم دي كتسبب حياة الطفل فكأنما أحييت الناس جميعا جزائك عند ربنا عظيم جدا جدا فوق ما تتخيل خاتبالك فيوم القيامة يعني الناس وقفة خمسين ألف وعشرين ألف وقفة وانت ثلاث ساعات فين؟ تحت ظل عرش الرحمن بتاكل واجبة اسمها زيادة كبد النون أي زيادة كبد الحوت كما ورد الحديث عند مسلم عن عبد الله بن سلام فالشاهد في الموضوع قعد بتاكل ثلاث ساعات بتمتع في ظل عرش الرحمن الناس قدامك بتتسلئ وبعد كده تقوم برايح تشرب من حوض النبي على السلام من إيد النبي يعني مش من إيد أبي بكل ولا عمر ولا عثمان ولا علي وأنعم بهم جميعا لكن من إكرام ربنا لك إن النبي بنفسه هو اللي يسقيك صلى الله عليه وسلم نقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم حوضي مسيرة شهر ماءه أحلى من العسل خب بالك وطعمه ماءه أحلى أبيض من اللبن وطعمه أحلى من العسل كيزانه كنجوم السماء وفي رواية بعدد نجوم السماء من شرب منه شربة لا يضمأ بعدها أبدا الله اللي يشرب شربة واحدة بس من إيد النبي على السلام لا يمكن تعتش بعد كده أبدا مستحيل مستحيل تعتش ده من إيد النبي ومن حوض النبي الحوضة الماء بتاعته جاي منين هو الحوضة في الجنة لا مش في الجنة الحوضة أصلا في أرض المحشر بس ميته جاي من الجنة من أنا حتى من الجنة من نهر اسمه الكوثر نهر الكوثر ده بتاع النبي لوحده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم طيبه أو طينه من المسك الأظفر عارف حقيقة لما تروح البحر كيها تلاقي معمول إيه البحر رملة وعليها ميا لقى الرملة دي مكانها مسكن أظفر الله أكبر كيزان كيزان الحوض كنجوم السماء في اللمعان والجمال وفي رواية بعدد نجوم السماء تشرب شربة واحدة كده من حوض النبي لا تضمأ بعدها أبدا إبقى أنا أفرت في العمل وأفرت في الاتباع وبعدين سبحان الله ومن ابتدع في دين الله فلن يشرب من حوض النبي أبدا خد بالك حدث النبي كما عند مسلم عن أناس يأتون يوم القيامة فتزودهم الملائكة عن الحوض تبعدهم عن الحوض خد بالك فيصرخون وينادون على النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي ينادي أصحابي يا رب أحبابي يا رب فتقول الملائكة يا رسول الله إنك خد بالك باللفز إنك لا تدري ما أحدثه بعدك فبدل من النبي يقول دول حبيب دول أصحابي ودول أمتي يقول صحقا صحقا وبعدا بعدا لمن بدل وغير بتبدل ليه بتتهم النبي ده كما قال الإمام مالك رحمه الله رحمه الله وسع من من ابتدع بدعة في الدين يراها حسنة فقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبلغ الأمانة وما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون بعد ذلك دينا الأمر لم يكنش دين في عهد النبي يبقى ما هوش دين بعد عهد النبي على السلام خد بالك إحنا هنقلف دين بعد النبي مش ممكن فإذا فإنت لما تيجي تقلف مثلا يعني مثلا صلاة الدور أربع رقعات لما تقول للناس لا يا جماعة دول بقى خمس رقعات يبقى أنت بتتهم النبي في أنه بلغ في أنه إيه في أنه لم يبلغ الوحي لما تيجي تقلف عبادة جديد أو ورد جديد أو ذكر جديد كأنك بتتهم النبي إن النبي مبلغناش الذكر ده أو إنه قصر يا إما إنه قصر يا إما خاني الأمانة وهذا اتهام لحبيبنا صلى الله عليه وسلم عشان كده نبقى لي طرقتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك طبالك وطرقت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي وإنهم لن يتفرق حتى يرد علي الحوض فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجز وإياكم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كما زاء في زيادة الإمام أحمد يبقى إذا يا جماعة خدوا بالكم خدوا بالكم الإمام سفيان بن عيونة بيقول إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر ففعل إيه معنى الكلام ده بيقولك اوعى تألف حاجة من عندك لو حبيت أنت يعني تحك رأسك كده وعندك أثر اعمل كده يعني اوعى تألف حاجة من عندك اوعى تبتدع دين من عندك واوعى تقول هنعمل الواحد بيحزن لما يلاقي كتب معمولة في الأفكار يقولك ورد السبت وورد الحد وورد مين اللي جاب الأوراد دي يا جماعة هو النبي قصر يا جماعة في توصيل الخير ده يا جماعة الأفكار موجودة ومحققة ومعروفة وإن كان بعض أهل العلم بيقولك وفي الأحاديث الضعيفة نستطيع أن نستخدمها أو نعمل بها في فضائل الأعمال أقولك هي فضائل الأعمال خلصت الأحاديث بتاعتها الصحيحة وعملنا بيها عشان نبص للأحاديث الضعيفة ده احنا عندنا أحاديث بفضل الله سبحانه وتعالى ياريتنا بس نقرأهم يعني ياريتنا نقرأ الصحيح سبحان الله احنا من ضمن الأشياء الحمد لله رب لعن اللهم لك الحمد والمنا يا ربي بفضل من رب سبحانه وتعالى أن احنا بنحاول الآن نحنا نوجه بقى الجيل الجديد كلهم والجيل الموجود برضو يعني مش الجيل الجديده بس أن احنا بنحاول نوجه الجيل الجديد بفضل الله سبحانه وتعالى اللي حتة ان هم لا يستخدموا الأحاديث الضعيفة ولا الموضوع أبدا يعني عفوا سمحوني الكتاب بتاعيون في الجنة ده آخر كتاب أنا هذكر بس الكتاب اللي موجودة وراها عملت سلسلة من 14 مجلد للطفل المسلم السلسلة دي بفضل الله لم أذكر فيها حديثا ضعيفا ليه؟ عايزة رب الطفل من صغره انه ما يسمعش إلا حديث صحيح وما يقولش غير حديث صحيح عملت لهم حكاية عم محمود رقم واحد كلها مجلدات حكاية عم محمود رقم اثنين قصص الأنبياء للأطفال قصص الرسول للأطفال قصص القرآن للأطفال تفسير جزء عام للأطفال سيرة الرسول للأطفال أخلاق الرسول للأطفال أصحاب الرسول للأطفال أمهات المؤمنين للأطفال الأدابة الإسلامية للطفل المسلم معجزات الأنبياء وكرمات الصحابة للأطفال فاضل كتابين فقط لأنهم 16 مجلد في الخطة اللي بعملها فاضل كتاب الفقه الميصر للطفل المسلم والعقيدة الطفل المسلم فقط يبقى أنا كده عملت منهج متكامل لطفل مسلم لو قرأ المنهج ده بفضل الله يبقى عالم صغير بفضل الله وكلها حدث صحيح طب ليش معنى طب ما ده طفل صغير أقول لك لا عايزين نحترم عقلية الطفل ده اللي بيها انه هو وهو بيقرأ كتاب يقرأ الكتاب وتحت يلاقي التخريج بسيط قوي أنا مش بشق عليه مش بقول له بقى رواهه تلمذي وابنه ماجه والدارة قطني والحاكم وأحمد وفلان وصحه فلان في المكان الفلاني وقال فلان لا 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 خالص بقول له رواهه أحمد بسنات الحسن بس عايز الطفل الصغير الجميل ده لما يجي يقول الحديث ده الحد ممكن راح يسأله لقيت الحديث ده فين يا ابني يقول له يا عمو أو يا أبي أو يا فلان أنا قرأة الحديث دوت وعرفت انه في مسند الإمام أحمد بسنات حسن يتعود الطفل من صغره يقول يعني إيه سنات حسن يعني إيه سنات صحيح يعني الحديث ده لا يصح يعني فهم إزاي نعلم الطفل وأن ربيه تربية يطلع بقى لا يره بقى حديث ضعيفة ولا حديث موضوعة ولا يقعد يحكي لنا حكايات ألف ليلة وليلة ولا يجيب لنا حكايات مموس ندخلت بمبة والكلام اللي إيه اللي إنتو عارفينه ده خدت بالك إذن ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين القول وبين العمل عشان تخش الجنة فقلنا في أول الدرس المولى عز وجل بيقول والله يدعو إلى دار السلام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث لذراء البخاري والترمذي واللفز للترمذي يقول صلى الله عليه وآله وسلم رأيت في المنام كلام ده فين؟ في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكا إيل عند رجلي فقال أحدهما لصاحبي وفي رواية قال جبريل لميكا إيل اضرب له مثلا اضرب لنبع سامه وأمته مثل فقال ميكا إيل اسمع سمعت أذنك وعقل عقل قلبك إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك ركز بقى اتخذ دارا ثم بنا في تلك الدار بيتا ثم أعد مأدوبة عزومة كده أكل وحاجات حيلة يعني ثم أعد مأدوبة ثم أرسل رسولا يدعو الناس إلى طعام فمنهم من أجاب ومنهم من أبى في ناس حضرة العزومة وفي ناس مردية شتيجة تأويل بقى الموضوع ده إيه؟ قال فالله هو الملك خب بالك فالله هو الملك والدار هي الإسلام والبيت الجنة وأنت يا محمد رسول ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم من أجابك دخل الإسلام ومن دخل الإسلام دخل الجنة ومن دخل الجنة أكل ما فيها ده المثال الجميل لذلك زي أمرت لكم في أكتر ممر وبكرر دايما لما النبي قال لربيع بن مالك كما عنده مسلم سلني شاء يا ربيع وأنا بس بختصر الدليل مش عايز أحكي القصة كل مرة يعني شان ما نزهاش سلني شاء يا ربيع جاهز أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله أو غير ذلك هو ذاك يوم يقول له إيه؟ فأعني على نفسك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد سجدة لله إلا رفعك الله بها إيه؟ درجة في الجنة هي دي المسألة يبقى احنا محتاجين نعمل وربنا سبحانه وتعالى بيوضح لكه أدي الوعد وأدي الوعيد أدي الوعد وأدي الوعيد أدي الجنة وأدي النار وعشان ما توعدش بقى تقول بقى أي في النهاية هو أنا مصير ولا مخير ده ربنا قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنة فسنيسره للعسرة مش انت بخلت وما يغني عنه ماله إذا تردى في النهاية إن علينا للهدى إيه واعتقوا لي بقى المصير ولا مخير انت مصير مخير خبالك لإن ربنا جعل للعبد مشيئة وله سبحانه وتعالى مشيئا وجعل مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله هي دي المسألة ميعودش واحد بقول لك الصنا مش هصلي الصيخ خبالك من حاجة هو لو ربنا رايد إننا نصلي كنت صليت والله خبالك هو ربنا لو رايد إن نصوم هو الله سبحانه وتعالى ده قضاء اللي مكتوب على الجبين يا ابني لازم تشوفه العين لو ربنا قدر والله العظيم كنت صليت ده كله تسايله فهم زي الأخت مش لابس حاجة بليه والله العظيم ده أنا مؤمنة بالله والله لو ربنا قدر ألبسه الصبح يا وفي حد يقدر منع قضاء ربنا سبحانه وتعالى ده لو في ثواني تلييني لابس النقاب كمان بشي الخمار كده يعني آه يعني ده ده هو الله تم عملالك كده أول طيب واحد بقى استلف من واحد خمس تلاف جنين وبعد إما استلف منه خمس تلاف جنين قال له هدهم لك يوم واحد شوال أول يوم العيد جي أول يوم العيد راجل رايح له السلام عليكم أهلا عليكم السلام آه الخمس تلاف يقول له والله العظيم يا أخي سبحان الله ما فيش والله يقول له يعني معاك فلوس معايا بس مش أقدر أدها لك طب ليه قال له ربنا ما قدرش والله انت عارفه والله لو ربنا قدر كنت دفعتهم لك لكن انت عارف يا حبيب قلبي اللي مكتوب على الجبين لازم تشوفوا العين طبعا هقيت لك ساعتا وخبالك لا هيرضى لا بقدر ولا بقدر فما ينفعش نحتاج بقضاء الله وقدري على معصية الله هقيت بقالك يعني ما ينفعش يعيزا بلا أشرب خمر وقول ربنا اللي قدن علي كده ما ينفعش ان انا افعل نفعش وقول ربنا هو اللي قدر هو فيه شيء بيحدث في الكون بغير ارادة الله يا اخي يا اخي يا امتوش عندك امام بالله اي حاجة بتحصل فيكم بإرادة ربنا هقول لك لا اخبالك لا يحتجوا بقدر الله على المعصية ده فهم مغلوط واضح المعنى يا جماعة اذا فالانسان بياخد بالأسباب شوف شوف الآية بتقول ايه فأما من أعطى هو قدم خد بالأسباب واتقى وصدقى بالحسنة ان في جنة على طول في ساعتها بفاء التعقيب والسرعة هنكرمك هنكرمكه في اسرع وقت فسنو يسره وفسنو يسره شوف الفاء مع السين دي دي بتفيد الابدية فهم زي فسنو يسره لليسر على طول واما من بخل واستغن هو اللي مش عايز بقى ولزاك يوضح لك الآية دي بقى الحديث في القدس الجميل ان ربنا بيقول من تقرب مني شبرا تقربت منه الذراع ومين محتاج لمن يا جماعة هو ربنا محتاج لحد ده ربنا بيقول سبحانه وتعالى كما في الحديث الكدسي الآخر الذي رواه مسلم قال سبحانه وتعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخراكم وإنسكم وجنكم كانوا كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم مش هم فعلي ما زاد ذلك في ملك شيئة ولو أن أولكم وآخراكم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئة اتطمن يا حبيب قلبي ما تقولش أنا بقى طب أنا مش هعبد ربنا هتعمل ايه هتأثر في ايه ولا حاجة اللي مش عايز يعبده خلاص على نفسه واللي عايز يعبده برضو لنفسه سبحانه وتعالى من أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها يعني أخبرك يعني إذن لما أنت تعمل حاجة خير ده لنفسك أنت وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقي ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتد لنفسه ومن ضلة فإنما يضل عليها ولا تزير وازرة وزرة أخرى ما منعقبش حد بزن بحد وما كنا معذبين حتى أنا بعث رسوله والطمم مش هنعذبك إلا لما توصلك الحجة افرد أنت عايش في مكان لو وصلك رسالة ولا رسوله ولا إسلام ولا سمعت عن الموضوع ذي خالص عايش في جزيرة كده نائية لو عمرك سمعت عن أديان ولا عمرك سمعت عن أني في حد بي أبوض ربنا ولا عمرك سمعت أني في إله أصلا أهربنا حسبك على إيه الناس اللي في أهل أهل الفترة الفترة اللي بين الرسل اللي ما سمعوش على الرسل ولا شافوا الرسل ولا الأنبياء دول أهل فترة هيتحسبوا على إيه خدت بالك المسألة عملة إزاي إذن فإنت خد بالك من نقطة مهمة جدا جدا إنك في النهاية هتوقف بين إيديه وربنا سبحانه وتعالى لا يظلموا الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ربنا سبحانه وتعالى بيدلك على الطريق وبيقول لك أهل خد بالأسباب خد بالأسباب من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا مش بقى شبرا بقى لا 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 ده الكريم سبحانه وتعالى من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا شوف فقال حتة ليه يا ديت ومن أتاني يمشي الله أتيته هرولة يا سبحانك يا رب يا ودود يا ودود يا ودود يا رحيم يا شكور يا غفور يا تواب ايه الجمال ده كله ايه الروع والرحمة والجمال ده كله شوف لما حديثتك عن حديث الشفاعة بقولك الناس رحيم لمين لكل الأنبياء دولت والرسل دولت اشفع لنا عند ربي نفسي نفسي يوم يوم النبي يقول انا لها انا لها ليه لان ربنا قال ورحمتي وسعت كل شيء يوم يأذن المولى عز وجل خبالك في ظل الرحمة العظيمة دي ما هو قال ورحمتي سبقت غضبي ورحمتي غلبت غضبي خبالك اللفظ اللي هيقوله كل الأنبياء ايه هما بيعتزروا ليه بيقولك ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ربنا سبحانه وتعالى سيبنا في الدنيا نبارز ونحارب ونعصي وعيزم بالله ونقعد نزل في بعضه ونقس على بعضه ونأكل أموال بعضه ونهضم حوقه بعضه ونغتاب بعضه وكل دوت والله عز وجل يمهل 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 اتجبعه بقى ايه مليانا شو بقى قمة الغضب الذي لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله في عز الغضب ده الله عز وجل بيقوله ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي سبقت غضبي طب ممكن تسبق ولا تغلب قال لا ورحمتي غلبت غضبي فبالك والحديثين والحديثين في الصحيحين سبحان الله فالمولى عز وجل يأذن للنبي على السلام بكم شفاعة 8 شفاعة منها شفاعة لكل أهل المحشر مؤمن وكافر قل لي يا شيخ محمود بقى النبي يشفع لمؤمن آه يشفع المؤمن ويشفع لكافر ويشفع لكافر يشفع لكافر يدخلوا جنة لا 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 هنطرحش اللي بعيد كده هيشفع للمؤمن والكافر في بدء الحساب اللي هو اسمه ايه المقام المحمود اللي اسمه ايه الشفاعة العظمى دي الشفاعة العظمى ده المقام المحمود الذي يتحمده من أجل جميع الخلائق الكفار اللي كانوا بيحربوه وبيسبوه وبيرسموه في رسوم مسيئة يوم الايامة يتمنى يبصوا رجليه كده عشان بس الحساب يبدأ مش عشان يخش جنة وما الكفار مش يخش جنة لكن عشان الحساب يبدأ فالنبي يروح ويسجد عند العرش والمولى عز جل يقول له يا محمد ارفع رأسك وكل يسمع واشفع تشفع فيطلب الشفاعة العمى فيقول جنة لو على أنا آتيكم فأقضي بينكم ويقضي بين الخلائق ويبدأ الحساب خب بلك بقى فيه سبع شفاعة تانية للنبي على السلام سبع شفاعة تانية كلها بقى للمؤمنين بس كلها لمن؟ للمؤمنين بس شفاعة في الناس كانوا يخشوا النار النبي يشفعلهم ما يخشش النار وشفاعة في الناس كانوا داخلين الجنة ولكن درجات أقل فاشفعلهم يرتقوا في درجات الجنة شفاعة الناس يخشوا الجنة بغير حساب شفاعة وهكذا نوع شفاعات كتير طيب بعدى ما يشفع النبي على السلام كل النبي كل رسول له شفاعة وكل ملك له شفاعة وكل مؤمن له شفاعة خب بالك بقى الحديث للبخاري ومسلم المولى عز وجل الودود هيقولين شفع الأنبياء وشفع الملائكة وشفع المؤمنون خب بالك من لفظ وركز وروح إقراف البخاري ومسلم لو لقيت لفظ غلط قول وبقيت شفاعة أرحم الراحمين يا سبحانك يا ربي فإز إيه إرجع للفظ الأولاني إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله يا سلام فإيه وبقيت شفاعة أرحم الراحمين فيأخذ هؤلاء الناس فيقبض قبضة من النار أي من أهل النار القبضة دي قد ما نقدرش ندخيلها لكن بنورد نصر كرآني من باب التقريب فقط وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون سبحانه وتعالى حق قدره ما دي بقى لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة ما العصيت ما تبصش دي بص يا عم فيه ما تصلى عن نبي كده وتخليك حلم دي بص أقول لك ما تبصش لأنها بص خب بالك ممكن الصغيرة دي تنقلب لكبيرة ابن عباس قال كده لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار ممكن الصغيرة دي مع الأسرار تتحول إلى كبيرة وممكن الكبيرة مع الندم والتوبة والانكسار والذل والرجوع خلاص ما تبقاش حالي خارس هتبقى لك هي دي المسألة إن الواحد بيستغرب إزاي الإنسان جريء على ربنا يعني سبحان الله أذكر إن ليه صديق واحد صحبه واحد صحبه ناصب عليه في مبلغ خيالي مبلغ كبير جدا صحبه اللي ناصب عليه ده رجل مصلي ورجل يعني ما شاء الله وحاجة بقى تشوفه تقول ده ده إمام من أئمة المسلمين وناصب عليه في مالة يقل عن ربعمائة ألف جنيه ناصب ناصب وكلهم كده عيني عينك ورجل عينك عشمعوش ورق مش عارف يعمل مع حاجة تم تيجي تكلم التاني وخبه لك بتذكره بالله يقول لك معلش والله أنا 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 ملوش عني حاجة عندي يروح يزبط بقى أنت تكلمه مرة تانية أنا مشغول أنا راح عمره وخبه لك راح يغسل قعد يغسل والله لما تشتغل طايد من هنا اليوم القيامة مفيش حاجة تخسل لأن دي مظالم وفيه فرق بين الذنوب اللي بينك وبين ربنا وبين المظالم تلاقي واحد ماشا الله ورجل سمته سمته أهل دين واكل فلوس أمة لا إله إلا الله وخبه لك ومفيش مشكلة عادي وممكن تليب يصلي وبيكو بيخشع ومتأثر جدا هو ده الانفصام الناكد اللي احنا عايشينه الناس نسية أن فيه لقاء عنقف بين إيدين ربنا شفت ديه ووضع الكتاب فطر المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا شوف اللفظ يا أخي حسك بعزم المصيبة يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ربنا بيقول لهم ووجدوا ما عملوا حاضرة وأنا جبت حاجة عليكم ما هو ده اللي عملته سطر عليكم ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحد ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردال أتينا بها وكفى بنا حاسبين تفاكر الأمور دي تعدي كده يعني إذا كنت قدرت تلبس أخرك العمة في الدنيا ففي يوم إيامة في يوم هتقف فيه بين إيدين ربنا والتعامل هناك مش هيبقى لا بالفلوس ولا بالدولار ولا باليورو بالحسنات والسيئات فلوسك اللي انت سرقتها من الناس وفلوسك اللي انت كلتها على الناس مخبلك هتتحاسب عليها وهتسابها في الدنيا تخيل فيه حد في الدنيا مجنون للدرجات يسامحوني فعلا مجنون يعني لما تقعد تشوف كده الناس اللي سرقت مليارات والناس اللي سرقت ملايين والناس اللي سرقت ألاف في النهاية إيه اللي حصل اللي حصل إنه هو يعني سرق كل ده واتاخد منه كل ده وهيتحاسب على كل ده ويتعذب بكل ده نفعك بإيه وزي ما قلت لكم مبارح أو أول مبارح تلك المصيبة أنه إيه ما بيجمعش نفسه يعني اللي بيصر ده ما بيجمعش نفسه ويقول لك بأمن مستقبل ولادي والله ولادك ما ينفعوك والله لا يفروا منك هيكلوا الحرام اللي انت اديت لهم واخد بالك من حاجة والحرام ما بينفعش في النهاية هتلاقي أولادك اللي كانوا حرام دولت هيعملوا معك عمايل هتشوف عقوق هتشوف بهدلا هتشوف يعني سبحان الله واحد مرة بيحكي لي إنه هو عاش حياته في أكل الحرام هو بيعترف لي بيقول لي والله كلت حرام كتير قوي كنت شغال في مجلس من مجالس المدينة وكنت بقى رخص وطلع وانصب وعمل واسرق وقال لي كونت ثروة كبيرة وجوزت كل ورد من ولادي وقبت له شقة على النير وعربية وفلوس وصرفت عليهم مصاريف لا تخطر على قلب بشر قال لي وفي النهاية ولادي اللي أنا صرفت عليهم دم قلبي تخيل ولادي صرفت عليهم دم قلبي بقوا يتنكروا ليه بيقول لي والله العظيم ببقى شايب بنتي وانا وقت في عربيتي شايفة طالع بالعربية وطالع الشقة بتاعتها بيقول لي أطلع عشان خبط عليها ألاقي بقوا بالعمرة بيقول له لو سمحت المدام مش موجودة يقول له يا ابن أنا شايفة طالع يقول له هي بتقوله انها مش موجودة مش عايزة تشوف حضرتك خلاص حدي متخيل يا جماعة بقى أنا أخش النار عشان خطر مين مين في الدنيا توصل غلوطة أن أخش النار عشان خطره سبحان الله ومين في الدنيا خليني أن أنا أعصى ربنا وحارب ربنا وبرز بالذنوب والمعاصي شوف لما نمع السام بيقول حديث عجيب جدا لو أطبراني في الأوسط بسندا صحيح قال أذن لي أن أحدث عن ملك خبالك أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش حملة العرش كام حبيبي ثمانية ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية حملة العرش دولت لما كما جاء في سورة هود وكان عرشه على الماء لما جوم يحملوا العرش لم يستطيعوا فقالوا ربنا لا نستطيع أن نحمل العرش وهو لكم بس حجم الملك منهم أديه دلوقتي فقال كولوا لا حول ولا قوة إلا بالله فسيحملوا بحولي وقوتي أنا ليه بقول كده حتى لا يظن أحد أن العرش لا يحمل إلا بهؤلاء الملائك يعني الملائكة لو سبوا يقع لا طبعا حاشة لله فالنبي عرشان بيقول أذن لي ربنا أذن لي أن أنا أكلمكم ووصف لكم ملك واحد من حملة العرش حجم أديه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إيه رجلاه رجلين الملك في الأرض السفلة تعالى في الأرض سبع أراضين هو رجليه في آخر أرض سبع تحت خالص رجلاه في الأرض السفلة وصل لحد فين طوله وعلى قرنه عرش الرحمن ده شائق سبع أراضين وشائق ما بين الأرض للسماء كما وصفها ابن مسعود قال ما بين الأرض إلى السماء الدنيا مسيرة خمسمائة عام وسمك السماء الأولى مسيرة خمسمائة عام وما بين الأولى إلى الثانية مسيرة خمسمائة عام وعد بقى كده حد ما توصل للسبعة حد ما توصل للسيدة المنتهى حد ما توصل للكرسي حد ما توصل للعرش والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه حديث صحيح رواه ابن أبي شيبة بسندين صحيح قال ما السماوات السبعة والأرضين السبعة وما بينهما بالنسبة للكرسي إيه الكرسي ده يا جماعة كما فصره ابن عباس هو موضع قدمي الرحمن هو موضع قدم الرحمن سبحانه وتعالى طيب بيقول ايه ما السماوات السبعة والأرضين سبعة وما بينهما بالنسبة للكرسي إلا كحلقة خاتم ألقيت في فلان شفت الخاتم ده روح كده رميه في الصحراء الغربية وهتلي على كالكوليتر النسبة والتناسب اللي بين الخاتم وبين الصحراء الغربية قول لي مفيش كالكوليتر في الدنيا يجيب النسبة والتناسب صح كده؟ صح ده السماوات السبعة والأرضين السبعة وما بينهما بالنسبة للكرسي اللي هو موضع قدمي الرحمن وما الكرسي وبالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلان كالي مخك تعب زي صح كده؟ أني مش ممكن يا جماعة ما نقدرش نجيبها حسابيا ما تجيبش والرحمن وعلى العرش استوى شفت المسافة دي كلها اللي ما نقدرش نحسبها والله بأعلى كالكوليتر في الدنيا دي كلها النبي بيقول الملك ده رجليه في الأرض السبعة تحت وعلى قرنه عرش الرحمن أحواله إيه الملك ده؟ حاسش كده قوته طوله عرضه وليه حق بصراحة بينه بلك لا 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 خاشع وخاضع ومتقطق رأسه وهو يقول سبحانك ما أعظمك وفي رواية سبحانك حيث كنت فيقول جل وعلا للملك ده ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا يا الله انت عالوا خشوا الأسواق وشوفوا كم مئة ألف حلفان كد بيتحلف يوميا في الأسواق الله العظيم أقسم بالله البضاعة دي وقف عليها بعشة جنيه وبيعها بتمانية جنيه والله عشان خطر الناس يلا وقفة بخسارة بنضح عشان الناس وهو جيبها بثنين جنيه وبيباعها بثمانية جنيه وبيقسم بالله انه وقف عليها بعشة جنيه إلا ما رحم الله فيه ناس طبعا أفاضل فيه ناس محترمين وفيه ناس أمناء خدتي بالك فالشاهد في الموضوع ان احنا بنقول ربنا سبحانه وتعالى من رحمته وراك الطريقين وعرفك سكتك في سكة أصحاب الجنة وأصحاب النار وإحنا النار ده بنقدم حلقة أصحاب الجنة أصحاب النار من ضمن المواقف الإيمانية وده الجزء الأولاني لسه فيه جزء تاني بكرة إن شاء الله جزء جميل جدا جدا هذكر لكم فيه مفاجأة حلوة قوي قوي إيه هي المفاجأة؟ المفاجأة أني هذبت لك أني أهل النار ليهم سبع أنواع من العذاب مش الحسي لا المعنوي على أد عدد أبواب النار وأهل الجنة ليهم تمن أنواع من النعيم المعنوي مش الحسي من النعيم المعنوي وخبلك بعدد أبواب الجنة وخبلك وكلها مستخلصة من الكتاب ومن السنة لكن شاهدت في الموضوع شوف ربنا صحيحة تعالى بيلك هذا المشهده وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم معض الحق تأكدتم؟ أه طبعا متأكدين ده الله سبحانه وتعالى طيب ما تشتغلوا مطيعوا ربنا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم يا مسلم يا عبد الله فين أنت من الصلاة فين العبادة فين الطاعة فين ذكر الله ختمت الكرآن كم مرة لحد النهاردة نهاردة 13 رمضان ختمته كم مرة ذكرت ربنا كم مرة صليت على النبي كم مرة استغفرت كم مرة وصلت رحمك ولا لأ رحت قبلت إيد أمك وأبوك ولا لأ صالحتي قريبك اللي مخصمهم ولا لسه ما صالحت اشتبت إلى الله من الزروب والمعاصة ولا لسه لسه برضو فيه علاقات محرمة ولسه قاعد على الشات ولسه ولسه إلحق نفسك وتوب ورجع لربنا عشان ربنا يكرمك غاية الإكرام الوقت بيجرى معاكم بسرعة ومحتاجين فعلا إن احنا نكتر ونكسف من جهدنا في العبادة وفي الطاعة وفي فعل الخير ومننساش ندعي الأخواننا في ليبيا وإخواننا في سوريا وإخواننا في اليمن وإخواننا في الصومال ندعي لكل الأمة الإسلامية إن ربنا ينجيها من الهلاك اللي أم فيه ده والعذاب اللي أم فيه وربنا ينجيهم ببركة هذا الشهر الكريم المبارك بكرة إن شاء الله نلتقي السنة 11 وربع على قناة الخليجية إن شاء الله وبشكر القائمين عليها وبشكر الإخواني في الستوديو معايا على هذا الجهد ربنا يبارد فيهم يجعلوا في ميزانهم إن شاء الله وبكرة نلتقي مع هذا النعيم المعناوي لأهل الجنة والعذاب المعناوي ومش الحسي مش أتكلم عن عذاب الحسي والعذاب المعناوي لأهل النار بكرة الحلقة التانية من أصحاب الجنة أصحاب النار 11 وربع بالزبط إن شاء الله ربنا يجمعني وإياكم على الخير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوه إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى ريه وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة